اهلا بكم في مرايا مهما تقادم الزمن ومرت العيام فإن الجريمة هي الجريمة والقصاص هو القصاص سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلة مرت على السعودية موجات متنوعة من الجريمة الإرهابية المتغطية بثوب الدين من استهداف محطة تلفزيون السعودي في الستينات إلى احتلال الحرم المكي من قبل جماعة جهمان في أواخر السبعينات إلى تفجيرات العلية في العاصمة الرياض نصف التسعينات إلى تفجيرات الحمراء وغرناطة أيضا شرق الرياض في الألفية الجديدة وما تلاء ذلك كانت موجة القاعدة في بداية العقد الماضي هي الأكثر تنظيما وخطورة وتشابكا خارجيا وداخليا في السعودية ما أسرع الأيام وكأن دوي تفجيرات مجمع المحية السكني ومبنى المرور والطوارف حي الوشم في الرياض تطن الآن في الآذان وكأن أصابع عبد العزيز الميقرن قائد القاعدة الثاني وهو متشح بالسواد ومتقنع بالسواد يهدد السعوديين بالويل والثبور وعظائم الأمور تبث الآن على شاشات التلفزيون أيام كانت صعبة على السعوديين وجديدة في درجة خطورتها وتنظيمها على الأمن السعودي ومخطط الأمن السعودي هذا الأمن راح منه العشرات وجرح الكثير في معارك على الميدان مع خلايا القاعدة وتنظيماتها غير أن هذه الصعوبة أورثت السعودية خبرة عملية وميدانية واستخبارية وتقنية استفاد منها ليس الأمن السعودي فقط وغير الأمن السعودي بل استفاد منها أجهزة المخابرات والأمن في العالم كله كما أورثت هذه المواجهات مع القاعدة السعوديين كشعب مناعة في الصمود والمضي في الحياة وعدم الوقوع في فخ الذعر والهلع الذي وقعت فيه مجتمعات أخرى لأدنى عملية إرهابية نحن لا نتحدث عن مجرد قصة في التاريخ مضت أو حكاية في الماضي القديم لا نحن نتحدث عن جرائم دامية لم تفرق بين رجل وامرأة سعودي وغير سعودي مدني أو عسكري هذه الجرائم كثير من فعلتها وقتلتها القاعديين ومن ينظر لهم ويكتب الرسائل والفتاوى في مجلتهم الشهيرة مجلة صوت الجهاد الشهيرة المعروفة لكل المتابعين كثير من هؤلاء ما زال حيا بيننا إما في السجن وقد حوكم وينتظروا تنفيذ الحكم أو منخرط هنا أو هناك مع تنظيمات القاعدة في المنطقة وابنتها العاقة داعش آباء وأمهات وزوجات وبنات وأبناء الضحايا الذين قتلهم الإرهابي القاعدي لم تبرد بعد حرارة كبودهم ولم تهدى ثائرة نفوسهم كمدا على أحبابهم الذين سلب القاعديون حياتهم ولن تحيى نفوسهم إلا بعد تنفيذ العقاب على القتلة ومن يدعمهم وفي القصاص حياة ما زال طلب العقاب وتحقيق العدالة وتثبيت حكم الدولة وقضاء الضمير العام هو المحطة الأخيرة التي يجب أن تكون دوما هي خاتمة الفصل النهائي من هذه القصص كما هو منطق الجريمة والعقاب إنها قصة القصص في أخطر تحدي أمني واجتماعي تعرضت له السعودية خلال العقد الماضي إنها قصة الإرهاب الأصولي المنهجي الذي لم يكف يوما عن استهداف البلاد والعباد في السعودية بقيت السعودية منذ تأسيسها مستهدفة من قوى متطرفة وإقليمية تتوخل قتل سبيلا لعرقلة مسيرة التطوير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية تسلموا أمسكم حين حاصرت حركة الجماعة السلفية المحتسبة الحرم المكي في العشرين من نوفمبر عام 1979 كان رد السعودية حاسما في استأصال التهديد وإحالة متورطين إلى العدالة وبقيت السعودية تحارب الإرهاب طوال عقدي السبعينات والثمانينات وكانت عودة الأفغان العرب مشكلة كبرى وكان للتلاقي بين التيارات المتطرفة الأثر الكبير في تأسيس ما عرف بتنظيم القاعدة الذي كانت السعودية أول المحاربين له وأكبر المتضررين منه إذن هي قصة مديدة وتحدي قديم ودين مسترد ولا بد يوما أن ترد الوداعع كلما كبر حجم البلد معنويا وليس جغرافيا فقط كلما كثرت التحديات وتنوع الأعداء من الداخل والخارج وبقدر ما تملك الدولة من عزيمة ورؤية وقدرات وبقدر ما يملك المجتمع مثلها بقدر ما تتكسر نطحات الإرهاب على صخرة الصمود والحزم على جبل من عقل الرزين ووعي متين لبيان جسامة وتواتر وتواتر هذه المخاطر يكفي أن نعرض فقط نتاج سنة واحدة سنة واحدة فقط من سيول الإرهاب القاعدي في السعودية اشتركوا في القناة الجواب لمن قرع الباب والجزاء من جنس العمل ولا بد أن تقابل الجريمة بالعقاب وبعد فصول من المواجهة الأمنية والعسكرية والإعلامية وأيضا القضائية مع خلايا القاعدة التي نشطت في جسد السعودية هذه الخلايا السرطانية كانت هذه حصيلة القضاء في محاكمة المئات من أعضاء قاعدة الشر سنوات من المطاردات الأمنية لعناصر القاعدة في السعودية انتهت إلى القضاء على التنظيم وسقوط أفراده بين قتلى ومقبوض عليهم المقبوض عليهم خضعوا في السنوات الماضية إلى محاكمات على التهم المنسوبة إليهم وكثير منهم قبض عليهم في ساحات الجريمة أو أعلنوا صراحة الانتماء وتأييد القاعدة في أعمالها منذ عام 2011 تابعت الأوساط السعودية سلسلة محاكمات الخلايا الإرهابية بعد إحالة الجهات الأمنية في الرياض 991 متهما لتكون أول القوائم وسمح القضاء خلال هذه المحاكمات بتواجد وسائل الإعلام لتكون بذلك المرة الأولى في تاريخه يتم فيها عقد جلسات محاكمة علنية لتلك الفئة وقد عقدت المحاكمات بين مدينتي الرياض وجدة وحتى العام الماضي بلغ عدد المحكوم عليهم 1940 متهما بقضايا إرهابية صدرت خلالها عشرات الأحكام المتعلقة بالتيارات المتطرفة وأحكام ابتدائية على 314 متهما تمت إدانتهم بالإرهاب وتمويله من القضاء الذي زادت نجاعته في هذا الصدد في السنوات الأخيرة إلى أبطال الملحمة الأول إلى جنود الجبهة الداخلية على خط المعركة الأول مع ميليشيات القاعدة والآن بنتها العاقة داعش إلى رجل الأمن رجل الأمن السعودي سطر أعجوبة حقيقية في هذا الزمان معجزة في زمن اللامعجزات كان قائدهم الذي سمته الصحافة العالمية قيصر الحرب على الإرهاب هو الأمير محمد بن نايف اسم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف لا يغيب كثيرا عن وسائل الإعلام الغربية منذ سنوات عديدة بسبب الحملة الشجاعة والمتواصلة التي يقودها لمواجهة التنظيمات الإرهابية كالقاعدة وداعش صحيفة نيويورك تايمز وصفت ولي العهد السعودي بقيصر الحرب على الإرهاب وقائد الحملة الكبيرة للقضاء عليه وأضافت الصحيفة أن ولي العهد السعودي الذي يعرف بالجدية والعمل المتواصل يحظى باحترام عالمي لجهوده في محاربة الإرهاب ويرتبط بعلاقات وثيقة مع كبار القيادات العالمية السياسية والأمنية ولأن قيصر الحرب عرفت طبيعة الشريرة للإرهاب وقاد حربا شريسة عليه صار هدفا للإرهابيين لذا تعرض لثلاث محاولات اغتيال نيويورك تايمز أشارت إلى أن الأمير محمد بن نايف من القلائل العارفين بطبيعة الأوضاع الجارية في اليمن التي تنتشر فيها التنظيمات الإرهابية وفي تقرير عن شخصيته وصفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية ولي العهد السعودي بالشخصية الذكية التي تعلم كثيرا عن طبيعة الإرهاب من خلال السنوات الطويلة التي خاضها في الحرب ضده نقول ما قلنا حتى نتذكر سوية ما ذا جرى قبل سنيات قليلة وكيف كانت المعركة وكيف كانت النهاية مع بداية تحدي جديد ومعقد هو داعش رغم أن القاعدة مثلما أخبرني ذات مرة خبير من خبراء المواجهة الأمنية في السعودية القاعدة حسب هذا الرجل الذي أخبرني هي أخطر من منظور الأمن السعودي من تنظيم داعش أخطر من ناحية التنظيمية ومن ناحية الثقافية نقول ما قلنا حتى نعرف لماذا يلح السعوديون الآن على إحقاق الحق والرد على الجريمة بالعقاب إنه حساب السعودية الذي لم ولن ينسى مع جنود أسامة بن لادن وأيمن الظواهر وغيرهم من زراع الخراب والفتن في البلاد قال المهلهل الزير سالم خذ العهد الأكيد علي عمري بترك كل ما حوت الديار ولست بخالع درعي وسيفي إلى أن يخلع الليل النهار إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة